كمان عايزين نقول مبروك للفريق الاول لسيدات كرة السلة في النادي الاهلي اللي تووج بكأس السوبر المصري بعد ما فاز على فريق سبورتين بنتيجة 83-75 امبارح حصل الكلام ده على صالة الدكتور حسن مصطفى في مدينة 6 اكتوبر وطبعا قدم خلالها فريق سيدات سلة النادي الاهلي عرض قوي جدا الحقيقة ونجح في فرض هيمنته وسيطرته على مجريات المباراة من لحظة انطلاقها بفضل الدفاع القوي وكمان الهجوم السريع والرمايات الثلاثية اللي اكيد كان لها دور كبير جدا في الفوز الاتحقق امبارح ليحقق فوز مستحق على حساب سبورتينج وزي ما قال كابتن خيري المدير الفني للفريق الاول طبعا لكرة السلة سيدات في النادي الاهلي قال ان الفريق يعني اظهر شخصية قوية جدا بعد الاداء المميز لكل اللاعبات وبعد تمسكهم الشديد بالفوز وتحقيق اللقب وهي كلها امور مهمة جدا الى جانب الفوز بالبطولات والالقاب بالمناسبة كمان فريق سيدات سلت النادي الاهلي فاس مؤخرا بلقب دوري منطقة القاهرة على حساب فريق اليوبلس بنتيجة 75-62 الحقيقة تقلق كبير جدا جدا من الفريق حاجة عظيمة وحاجة مشرفة وحاجة نرجع تاني ونقول ان هي مطمئنة موسيقى 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 اشتركوا في القناة